الحزام الناري بالنسبة لأننا نعرف أن هذا الفيروس يعيد نشاطه مرة أخرى كيف نشخصه؟ نشخص هذا الفيروس بطريقة كلينيكية نسمع التاريخ المرضي نعرف أن المريض كان لديه بعض صداع و سخونية و بعدها يومين ثلاثة بدأت تظهر هذه البصورة لكن يحدث نوع من الأنواع بعض الأحيان الصعوبة في التشخيص في البداية إذا كان هذا الألم في الصدر يمكن أن نعتقد أن هذا علاقة بأمراض القلب أو أمراض الرئة أو الألم في الأخشية المغطية للرئة، الغشاء البلوري و هذا يصعب علينا التشخيص لأن البصور لم يظهرت شيء كذلك إذا ظهرت في البطن، يمكن أن نعتقد أن هذا ألم من المرارة أو من الكلا أو من الأمعاء لأن هذا أيضا يشكل صعوبة في التشخيص لكن يتتضح على طول التشخيص أول أن البصور تظهر البصور ونعرف أن الألم أو الوجع الذي كان بوجوده كان بداية للحزام الناري ترجمة نانسي قنقر